مرحبا بدي حاول أوصف الثقافة تبعنا العربية الإسلامية طبعا وصف دقيق بقول هي الثقافة توفيقية تلفيقية فيها كثير من المسكوت عنه يعني بتلاقي اللي عم يحكي وعم يحاول يثبت شغله بيركز الضوء على شيء وبيهمل شيء بيركز عليه قلة الضوء أو العتم يعني بيعتم عليه وفيها كمان مراوغة بمعنى كمان يعني تأكيد شيء وإنكار شيء آخر لكي يبقى هو على الفكرة اللي هو جايبة معه جايبة معه من بيت أبو أنه هاي هي الفكرة الصح ولذلك بدأ يثبتها وإذا ما حسن يثبتها بيصير بيحطك بهاي الدوامة ليش هيك عملت بيقولك ليش أنت لكان هيك عملت في حكايتين حلوين كتير وينطبقوا على هاي الحالة أول شي بيقولك أنه فيه رجل كان هو ومرته قاعدين وقاعدت صفا يعني فيه جانب رومانسي فجأة عمل هيك ضرط لك ليش هيك عملت قال له هيك لأنه أنت ليش السن الماضي ضيعت المنجل في الحصاد يعني هون هاي رد على هديك القصة التانية بتقول أنه فيه واحد قال ولو أنه المرأة الفلانية راحت مع الكهربجي الفلاني على الغابة فبيقول لهم هذا كهربجي ما بيعرف يوصل شريط فاز ما بيعرف يحط نتر ما بيعرف إيش بيقول له وبعدين إينا غابة كلهم سجرتين يعني مثلا هذا الشخص اللي عبي حاورك هو مؤيد كثيرا لما تقوم به أي جماعة إسلامية موجودة في أي مكان في العالم يعني مثلا طلعوا بهامبورغ من فترة مظاهرة وطرحوا فيها شعارات أثارت غضب المجتمعات كلها المجتمع الأوروبي والألماني بشكل خاص حتى وزيرة الداخلية الألمانية عطردت وقالت هذا الشيء لازم نقف عنده فإيش بيقلوا لك واحد بيقلك هاي مؤامرة أمريكية يعني إنه هدول اللي طلعوا الألف واحد ورفعوا الشعار إنه بدنا دولة خلافة هدولة أمريكا هي اللي بدي إياهون أمريكا يعني أول شي بدي إيقلك إنه هدولة يعني هنه إلا فيه حدا بمشوا بأمره أنتو مو على أساس بتحبوهن وبتحترموهن وبتعتبروهن عبيش تغلوهن صح ليش حتى تقول أمريكا واحد تاني بيقلك بشار الأسد حرك مخابراته في ألمانيا وقال لهم خلي يطلعوا هدول يعملوا هيك مشان الدولة الألمانية تطردون شو الحكي معقولة إنه بشار الأسد اللي أنتو يعني معادي دينه هاي بتسمعوا كلمته يعني بتسنوا منه أي توجيهات واحد بيقلك الألمان هنه هنه لعبة ألمان مخابرات الألمانية لأنه هنه في بناتهم صراع خيوه وهدولة في أحزاب يمين وأحزاب يسار فأحزاب اليمين بده هيك شغل يصير حتى تاخد السلطة من جماعة اليسار يعني في كل الأحوال بدون ما يقصد هو بيفرجيك إنه هدولة ناس أمعات ما لون نرعي يعني هذا في حد دعم يحركون يعني هاي متل لما بيقلك تنظيم القاعدة هو صناعة أمريكية وقت اللي بيقلك أي شغلة بيقلك صدام حسين راح غزى لكويت هن الأمريكان قالوا له روح غزي لكويت حتى في منهم بيقلوا لك إيران هي مراها هاي الشغلة وهن بيحبوا إيران بكرة هو ما بنعرف فيه يقللن أوقات يعني يوم الإيران بتقوله نحن بنروح نحرر المسجد الأقصى بيحبوها وفيما عادة ذلك بيكرهوا وأي شغلة مثلا حتى تنظيم داعش اللي هو إسلامي السني إذا بتجيب كل أعضاء وبتاخد هوياتهم وبتعمل لهم فحص نظري وعملي وتحريري بيطلعوا معك مسلمين سني ما بيخلطهم خالط بيقلك صنعتهم إيران اللي هي إيران الشيعية فدائما هني آخديننا نحن اللي عبت اللي عبت اللي عبت توجهونا بالخطاب على قد عائلنا إنه هدو الخيوة تعبانين هبل بيسمعوا أي كلام بيصدقوه الشيء الثاني ما له علاقة بالمراوغة والتلفيق لا بيكون الزلمي نفسه اللعب يناقشك غشيم يعني بيكون مرر معه بالبكالوريا مثلاً أدبي اكتاب الأدب العربي أو في الجامعة أذا دارس أدب عربي رواية كيف كتبت قصيدة فتح عموريا تبع أبو تمام السيف أصدق إنباءاً من الكتب في حده الحد بين الجد واللعبي أنا لما حكيت في فيديو سابق قلت إنه هذا اصدراء للثقافة وإعلاء من شأن القتال وهذا الرجل الغشيم لما شاف الفيديو تابعي وشاف إنه أنا عبقول إنه أبو تمام بيرفع من شأن السيف وبيقلل من شأن الكتب يعني الثقافة فكبرت شغلي براسه وقال هذا خطيب بدلي أشعب يعفس بالبسطة أنا اللي بعرفه غير هيك أنا آريه كويس وحفظانه لأنه كان يجينا منه بالفحص اللي آريه وحفظانه هو إنه المعتصم ما كان بدي يحارب لأنه شاور المشعوزين والمنجمين وراحوا هنه جابوا الكتب تبعون وشاعلوا بخور وعملوا مندل وبالأخير قالوا له إنه دخيلك لا تحارب لأنه بدك تخسر فهو مش الحال سكت ولكن فيه إمرأة إمرأة لا على التعين ها انتبه صاحت ومعتصمة فكبرت القصة في رأسه وحرك الجيوش وانتصر ولما انتصر أبو تمام الأرض ما بقت ساعه فطلع وصار يقول السيف أصدق إنباء من الكتب يعني بيقصد كتب السحر ها انتبه مو كتب السقافة في حده الحد بين الجد واللعبي يعني لازم فيه أسئلة كتيرة نسألة حول هذا الموضوع أول شيء إنه أشو هالخليفة اللي بيحارب أو ما بيحارب على أساس المنجمين قالوا لو روح وما تروح ثانيا أنتوا عطوا تضحكوا علينا الحرب بيناتهم قديمة وكان السجال مرة هدول بيربحوا مرة هدول وأيام المأمون حاول المأمون يكسروا لبابك الخرمي ولم يستطع ذلك بعدين إجا المعتصم حارب وليش قال في مرة صاحة ومعتصمة يعنتكن أنتوا في ثقافتكن وبتاريقكن في نسوان اندعس عراسها وننمسح فيها الأرض وبكرامته وبعرضها وبشرفها وهذا العصر العباسي تحديدا كان مليان إيماء وقيان وجواري وكانوا إيماء ما جيتوا نعم بيروحوا بيعملوا دعارة وكذا يعني في استرخاص للمرأة هلأ أنت لأن مرأة آلت لك ومعتصمة خلاص ما بقى بهينها لك إنه والله إلا تحرك الجيوش بعدين بتقلي إنه يا أخي ما في تمجيد للسيف على حساب الثقافة والكتب والأدب ثقافتكن كلها ياتا من أيام الجاهلية لأهلا شعرقكن وكتابكن وشيوخكن ومشايخكن كلهم بمجده السيف وبيحكوا عن أهمية السيف وخالد بن الوليد اسمه لقبه سيف الله المسلول والشيخ يوسف القرضاوي قال بصريح العبارة إنه لولا حروب الردة يعني لولا رحنا جبناهن ورجعناهن وغصفل عنهن للإسلام ما كان فيه إسلام اليوم شيخ الأزهر بيقولك حينما كان أجدادنا يطبقون دينهم بشكل صحيح كانت لنا رجلهم في الصين ورجل في الأندلس من جملة الانتقادات اللي بتتوجه إلي إنه أنت عبتحكي عن السنة إنه طائفيين مو سنة أنا بقصد يعني جماعات الإسلام السياسي إنه طائفيين وعبتنفي هاي الصفة عن النظام بتقول إنه هو نظام سلطوي ديكتاتوري مجرم ولكن مو طائفي بدليل إنه هو في من كل المكونات ناس مخلصين إليه بشتغلوا معه وبيتبادلوا المصالح مع بعضهم طيب يا أخي ما فيه طائفيين غير عنا بالسنة الجواب طبعا فيه طائفيين في كل المزاهب حتى المسيحيين فيه منهم متعصبين لدينهم المسيحي علويين ودروز وإسماعيليين فيه طائفيين فيهم أشخاص طائفيين أنا ما نفيت هذا الشيء لكن هلأ الطائفي الإسماعيلي ما بيعتقد إنه من حق الإسماعيليين ياخدوا السلطة في سوريا ولذلك طائفي توعب تكون طائفية دفاعية ليست هجومية يعني ناس بتضامنوا مع بعضهم منشان نعمل حماية إذا هذا الطائفي يفكر هيك يعني أنا ما عبقصد هني فعلا هيك خود مثلا الدروز عندهم رابطة دفاعية بين بعضهم على أساس المزهب الدرزي هاي أنا ما بقول طائفية لأنه هدول الناس هني ما عندهم طموح أنه يستلموا السلطة كلها في البلد مثل الطموح الموجود حصرا عند جماعة السنة السنة بيحكوا بصريحة العبارة أنه السلطة في سوريا من حقنا وعلى هالأساس هذا نشأت جماعات الإسلام السياسي وعملت هذا الشيء اللي عبتعمله وبيقول لك واحد تاني أنه أنت عبتقول أنه فقط السنة والشيعة هني اللي بيتهدوا المرأة ليش العلويين روح تفرج المرأة العلوية شدها بتعاني طالما أنت بتدافع عن حقوق المرأة بشكل عام روح دافع عنها فأنا هاي المعلومة أدهشتني فعلا فقالت له لأ يا سيدي مو صحيح المرأة العلوية ليست مظلومة ولا مطادة لا على أساس ديني ولا على أساس اشتي معي ما حدا بقرب عليها ولو كانت مظلومة كان بيّن هذا الشيء يعني ما بتخبّى يعني ما في شيء مخبّى عرفت كيف وبدي أقول لك كمان هون أنه المرأة عند السنة متطهدة كتير وعند الشيعة متطهدة كتير لكن الشيعة عندهم شغلة زيادة ما كويسة بحق المرأة هو موضوع زواج أنه خمسة أيام ما أعرف إيش أكتب له نعقد يعني هذا فيه إهانة للمرأة وحتى للرجل يعني فيه إهانة كبيرة في ناس ما نمتابعيني بفكروا أنه هو اكتشف هذا الاكتشاف لأول مرة بيجي بيقلي أنت كني ملحد إيش قصتك يعني بيشوفني أنه أنا ما عبت عمل في الحياة على أساس طائفي أو ديني أنت ملحد فأنا أشجوابته من باب الصخري لأنه هذا السؤال يومياً تقريباً في تعليقات تجي يعني اتهامات وأنا ما فرحهم فيها قللهم أنه أنا ملحد ولا مؤمن لأنه ما يشغلتك هاي هاي شغلتي أنا فكتبت له أنت بكرة بس تموت بعد عمر طويل وبتنزل على الأبر بعد ما يبروك ويروحوا أول شي بدي يجيك سعبان الأقرع بدي يقول لك ليش خطيب بدلي ملحد وبيبلش فيك هلا سوعة وبيجوا تنام معهم مزربات بيظلوا بدقوك على أفاك من وراء ليش لأنه خطيب بدلي ملحد ولا لا إذا أنت بديك قللهم طيب أنا شو علاقتي طيب هلأ في الدنيا قالوا أنا شو علاقتي ملحد ولا ما ملحد موقتلي جاوبتوا هاي كيح زير أشو تجاوب قال ها يعني لأ هلأ أكدتلي إنك ملحد ولذلك أنت تناصر العلويين هاي مثل قصة الرجال والمرأة القديم مع بعضهم أشو علاقة هاي بهاي يعني هلأ كل الملحدين بناصروا العلويين وفي واحد على نفس المبدأ أنه أنا كالعادة بكون عب بحكي أنه كيف المرأة في الشمال السوري اضطهدت ومسحت بكرامة الأرض وسلبت حقوقها وحولوها إلى كائن لا قيمة له وبيروحوا بيأخذوه لحق أو بتجوزوا عليها وبطلقوها وبتزلوها وإذا بترف هيك أو هيك بيقولولا أنت زاني وبقتلوها فمسحوا بكرامة المرأة الأرض فبيجي واحد أش بيقول لي بيقول لي نيال بشار الأسد على هيك معارض لك يا غي أشو علاقة هاي بهاي أشو علاقة المعارضة أول شي وأشو علاقة حديث المرأة وبشار الأسد أشو اللي دحشوا بالنص والله لحد الآن ما فهمت فأنا أش جوابته أنه أول شي أنا بدي شكرك لأنك لسا عبتها ترف أنه أنا معارض والشي الثاني بدي يقولني يال بشار الأسد عليكم لأنه في كان يا شباب في السورية في بداية الثورة أو ما يسمى الثورة أكتر من خمسين دولة سبعين والله ميم كمية دولة سموا حالهم أنصار شعب السوري وهن دول ذات وزن كبير في العالم ومنهم أمريكا يعرأسهم أمريكا دول كثيرة مين اللي بطلهم أو خلاهم يبطلوا ينصروا سوريا وبطلوا يسقطوا الأسد لأنه كل ما إجوا بحبشوا أنه إذا سقطنا الأسد ميم دي يجي محلوه بيطلع له أنتوا بخلقتهم أنت اللي بتحكي والجماعتك ما في غير كون لأنه يا أخي العلمانيين والديمقراطيين والليبراليين ما نم موجودين في الساحة هاي بالأخير كل واحد منهم قاعد في برجو العاجي وفيه منهم بيشتغلوا بزنس عند رجال الأعمال وفيه منهم بيشتغلوا بزنس عند الجولاني يعني فيه شي ما كتير بيسر بالنسبة للقوى الأخرى الشي اللي موجود أمامهم هو أنتوا هن ما بيقبلوا فيكن وأنتوا ما بتتعلموا دروس يعني مثلا يوم اللي شكل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وصار قوة مرعبة صار عنده جيوش يحركة يعمل استعراضات عسكرية ليش أجت أمريكا وجابت معها أساطير جوية وأبادت هذا التنظيم إبادة مسحة الأرض اللي فوقه لأنه ما بيقبلوا فيكن فكيف بدأ يجوا يسقطو لكم يبعتو لكم الناتو يسقط بشار الأسد ويقول لكم شرفوا على الأسر الجمهوري عدو محل بشار الأسد وبقى اتفننوا فكيف تكون هذا بديتطبق الشريعة شوي واحد بديتطبق أكتر واحد لا بدنا نحن خلافة مثل ما طالبوا في هامبورغ أنه مثل على زمان الصحابة وهكذا فما بيقبلوا فيكن والله إذا بتوصلوا فعلا مو بمساعدة العالم بضرب زنتكن إذا بتوصلوا فعلا للأسر الجمهوري لا يجوا يقصفوا القصر الجمهوري ويطالعوكم منه يا رجل فهموا فهموا الشيء اللي عم يصير في العالم فهموا حقيقتكن أنتو نيال بشار الأسد اللي خلاكن بتكونوا موجودين لحتى هو يستمر في الحكم لك أخي بقلك كلمة أخيرة أنتو وجودكن خطر على سوريا خطر علينا كشعب سوري وخطر على سوريا كله وعلم سأبل سوريا موسيقى موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر